تراجع قدراتهم الشرائية ويرى برلمانيون في تبنيه فرصة للترويج لأنفسهم ورغم عدم وجود أي تحرك جاد بشأن اعتماده في ظل هدوء يعم أروقة الحكومة يقتصر الأمر على تصريحات تصدر بين حين وآخر عن اللجلة المالية النيابية تتحدث عن وجود مساعي للمضي بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة وبما يحقق العدالة ليكون الحد الأدنى لها أربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار تصريحات قال مراقبون إنها ليست سوى محاولات لاحتواء غضب الشارع الصاخط من المماطلات الحكومية بهذا الشأن خاصة بعد وضع شرط توفر التخصصات المالية لأجل تطبيقه النائب عامر عبدالجبار قال إن حل مسألة سلم الرواتب مرتبط أساسا بأسعار النفط التي سيتسبب انخفاضها بعجز في تأمين الرواتب بقيمتها الحالية حالا خفض سعر البرميل إلى ستة وخمسين دولارا وتفضي جميع المؤشرات الحكومية والنيابية إلى صعوبة إقرار سلم الرواتب حيث ربط السوداني في وقت سابق توحيد سلم رواتب الموظفين بضرورة إلغاء أربعة وثلاثين نوعا من المخصصات وهو ما سترفضه أحزاب السلطة بطبيعة الحال فيما قال نواب إن التعديل يتطلب إضافة ستة عشر تريليون دينار عراقي إضافة لرواتب الموظفين الحالية البالغة أكثر من خمسين تريليون دينار وهو ما سيرفع الكلفة العامة إلى نحو سبعين تريليون دينار نفقات تشغيلية ستبقى رهينة تذبذ بأسواق النفط وتجاذبات الدولية لدى دولة اقتصادها ريعي هش بلا مصادر تمويل أخرى ترجمة نانسي قنقر